بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وقال وزير الداخلية في برقية التهنئة إننا ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العمل الوطني في جني ثمار العمل وحظ بشائر الأمل في غد مفعم بمظاهر النصر المبين وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديدة وهن أوزير الداخلية القيادات والضباط العاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلامة ترجمة نانسي قنقر